في البيت بيجري ورا لقمة العيش وعايزها حلال وفي نفس الوقت امراته في البيت انت مبتعودش معي ولا بشوفك انت عامل لي البيت لو كانضة بتيجي تنام وتصبح تمشي وولاده عايزين وعايزين وعايزين احنا عايزين نعيش وعايزين نضحك ونلعب عايز ابو وامو نلعب معاهم وندحك معاهم ونعيش حياتنا احنا كمان وابوه وامو انت نسينا يا ابني مش احنا اللي خلفناك ولينا حقوق برضو انت فيه ليه ما بيجيش تقعد معنا انا امي في يوم من الايام قالت زي ما بتدي زوجاتها كل واحدة يوم اديني يوم تعال لي يوم انا كمان الله يرحمها رحمة الوازع ويرحم موتانا وموتى المسلمين الشاهد ايه ان الاب والام عايزين كده وحماتك وحماك زي ما انت لك ابو ام هي كمان لها ابو ام وليه حقوق قال له ولا ايه وجيرانك فين حقنا وصحابك بتقول زمان ايوة يا عام اللي عيلي عيلي تخلي بالك مننا برضو شوية يعني بص يا ابا وهو ده زماننا النهاردة سؤال في عينك هل نظرت في حق الله عليك التنازع والتوازن في حياة المسلم التنازع والتوازن في حياة المسلم ان الانسان بقى اللي هو في البيت بيجري ورا لقمة العيش وعايزها حلال وفي نفس الوقت امراته في البيت انت مبتعودش معاي ولا بشوفك انت عامل للبيت لو كانضة بتيجي تنام وتصبح تمشي وولاده عايزين وعايزين وعايزين احنا عايزين نعيش وعايزين نضحك ونلعب عايز ابو وامو نلعب معاهم ونضحك معاهم ونعيش حياتنا احنا كمان وابوه وامو انت نسينا يا ابني مش احنا اللي خلفناك ولينا حقوق برضو انت فيه ليه ما بيجيش تقعد معانا انا امي في يوم من الايام قالت زي ما بتدي زوجاتها كل واحدة يوم اديني يوم تعالي يوم انا كمان الله يرحمها رحمة واسعة ويرحم موتانا وموت المسلمين الشاهد ايه ان الاب والام عايزين كده وحماتك وحماك زي ما انت لك ابو ام هي كمان لها ابو ام وليه حقوق قال له ولا ايه وجيرانك فين حقنا واصحابك بتقول زمان ايوة يا عام اللي عيلي عيلي بتخلي بالك مننا برضو شوية يعني بصة يا ابا وبشيخك والكبار اللي يوم فاضلة عليك ايه يا باشا ما واا واا هو ده زماننا النهاردة وللأسف معلش انا قاسب بقى ان اخبطك في وشك وقولك في وسط كل ده بتمسك التليفون وتقعد عن نت بساعات خيبة بقى لمؤخزة عبط إن الوقت ده ونسيت أقول لك اخص علي أن أنا أنسى إن قبل كل دول الله حق ربنا حق ربنا الأول جل جلاله نحق ربنا قبل كل شيء وحق الله أعظم الحقوق وأولى الحقوق وأول الحقوق وقلت لك قبل كده قصة الرجل من بني إسرائيل لسيدنا موسى شافه يدعو الله ويبكي ودموعه نزلت على لحيته على ثيابه بلت الأرض قال الله لا أرحمه حتى ينظر في حقي عليه سؤال في عينك هل نظرت في حق الله عليك حق ربنا في عينك وحق ربنا في ودانك وحق ربنا في لسانك وحق ربنا في مخك وحق ربنا في إيديك ورجليك وبطنك حق ربنا فين حق ربنا في فلوسك وحق ربنا في وقتك وحق ربنا في صحتك وحق ربنا في حركتك في الحياة وحق ربنا في فكرك وحق ربنا في مخك